صار وقت أن نرحب بضيفتنا الموجودة ويانا في الاستوديو أخصائية التغذية الدكتورة جوان غانم صباح شاء الله بالخير صباح الخير يا عفية كيف سعيدة اليوم بالحلقة عن شو رح نحكي أكيد نورتين اليوم أكيد رح نتكلم عن موضوع وايد مهم اللي هو التغذية بالنسبة للأطفال أكيد وعلاقتها بصحتهم وطريقة تركيزهم في المدارس والدراسة وغيرها الكثير اليوم إذا ودنا نتكلم على وجبة الأفطار اللي هي تعتبر الوجبة الرئيسية خلال اليوم شكثير مهمة هذه الوجبة خلال اليوم للطلاب كثير مهم أول شيء ما نقاري التغذية طبعا الأطفال أو الأولاد بالتغذية طبعا نحن للكبار نقول intermittent fasting وفينا نصوم بس للولاد لا كثير مهم لأنه بعد فترة سيم طويلة هي doing sleep يعني بالنوم بيوتهم عدلات السكر بالدم وبالكوز وهذا الشيء بيسبب بطعب على المدى البعيد فكثير مهم أول وجبة تعطينا احتياجاتنا وللولاد يعني خاصة لأنه عنده نهار طويل دراسة دايما أنه هنا بحاجة لا يركزه ممكن عنده لنفحوصات ممكن فكثير مهم محتاجين هذه الطاقة من الصبح خلينا نقول على الريوق المفروض تكون موجودة ولكن شو هي العناصر خلينا نتكلم على وجبة الأفطار المهمة لازم أنها تكون موجودة في هذه الوجبة ما بنصح أبدا أنه ناخد على الأفطار إن كان للأشخاص الأدولت أو الأولاد يكون تحتوي على السكر صح؟ لأنه رح يكون السكر سريع بيحترق ضغر وما بيعطينا الطاقة على طولها لازم نركز على الكربوهيدرات الكمبلكس يعني نشوية المعقدة مثل الخبز نمحة الكاملة أو الأوتس مثلا الشوفان إلى جانب البروتين جانب يكون فيه خضار وفوك يعني هؤلاء كلهم رح يعطون مش بس البروتينات ومعدلات السكر المزبوطة اللي هي الكربوهيدرات المعقدة كمان الفيتامينات والمعيدن المهمة حلو جميل وشو شي لازم يشربونه ويا الوجبة هذه هل هناك شي معين؟ نعرف العصير صحة نحن ما منصح كتير يعني بالعصير خاصة إذا كان من المعلب إذاك بس سكر عم بيأخده ما عم بيأخده أي شي تاني حتى بتفكر بالفيتامينات وهيك إذا كان المعلب هلأ الفراش أوكي بس ما يكون أول شي عم بيدخل على المعدة الفاضية يعني لازم يكون فيه لنا شويات المعقدة مثل ما قلت مثلا شوفين الخبز الأمحة الكاملة فينا إذا جاموا نحط شوية عصير نعم طازة يعني فراش نعم هناك اعتقاد دائم أنه يقولك حتى لو أنت قلت المفروض أنه ما نأخذ سكريات في الفترة الصباحية ولكن هناك اعتقاد يقولك أنه قبل ما يصير المدرسة الولد المفروض أنه نعطي له شي فيه سكر على الأساس أنه يزوده بالطاقة اللي هو يحتاجها حتى يصحصح يمكن وهناك بعض يعني بعض خلينا نقول الأطفال ما يحبون يأكلون الصبح خاصة إذا يالسين نعطيهم شي نشويات معقدة مثل ما قلت يجوان فشلون ممكن نقدم لهم البديل الجيد في هذه الحالة لالولاد عادة نكرشل الطفل إذا عمره مثلا ثلاث سنين وهيك بعد ما هو ما عارف الكيوز طبعا ما بيعرف أنتين هو جوعان أو بعد نحنا لازم نعلمه على هالأشياء فكتير مهم دائما نقدم المجبات بأوقات منتظمة يعني هو يعرف أنه الساعة 8 أنا بيأكل صح يمكن يعزب بالأول ما يأكل بس كتير مهم نعمل له هذه الروتين نعم أما بالنسبة للأطفال الأكبر يمكن إذا عندهم فحص أو أوقات بيتوتروا قبل المدرسة ففينا نحنا أنه ما يكون كتير بكير عم بيأكلوا فيهم يأكلوا أول وجبة بالمدرسة بس مثل ما بقول أنه كتير مهم هذه الواجبة تكون عم بتغذيهم فما نعودهم نحنا شو نعود الولد هو بيتعود ما نعودهم أن أول وجبة يأكلها أن يكون فيها سكر يعطي طاقة سريعة وبعد ساعة ساعتين رح يجوع فهذا الركومنديشن نعم يعني مو بلازم أن أول ما ينشي الصبح يأخذ وجبة الأفطار يروب يشيلها معاه مثلا في المدرسة في اللانش بوكس صحيح؟ فيه إذا هو حسب يعني ما فينا نرغمه عرفت أنا ما بالأكل مثل ما قالت في كتير إشياء بتلعب دور يعني هل هو عن جد جوعان أو مش جوعان هل هو موتر يعني هو بنا نعلمه هو الكيوز كيف يعني عبر أنه يكون فيه وقت معدد محدد للوجبات حلق هو عن جد ما أنه قادر ما فينا ما بنصح أن نرغم الأطفال أنه يأكلوا أي أكلات نجبرهم يعني على هذا الموضوع إذا برسبة لوجبة الغداء خلينا نقول شو اللي لازم تتكون فيه شلون لازم يأخذ العناصر الرئيسية حقا من هذه الوجبة في عندنا هو ركومنديشن بقلب الصحة العادة إن كان للشخص الكبير أو للولاد لازم نكون صحنو نكون نصفه من الخضرة نعم الرابع الثاني من بروتين والرابع من النشويات ثالث من النشويات وإلى جانبه أكيد حصة فواكة وللأطفال من زيت حصة حليب إذا كانوا هن ثلاثة إلى ثمانية سنين مثلا فيهن يأخذوا حصة حليب فهواني بكون كتير مهم مثلا منتطلع بالصحن نحنا وعم نحضر اللونش بوكس أو أي شيء ساندويتش ما يكون فيها بس نشويات وبروتين يعني كتير أكتر شيء هذا الغلط اللي بشوفه بنعمل يعني بحطوا رز ودجاج مثلا بس أو ساندويتش جبنة بس بس ما فيها خضرة ما في فواكة ما في تنازم يضيفون الخضروات أيضا مع الأخير نقول للصاندويت الموجود مو بس الصاندويت بروحة صح نعم شو نوع الخضروات هل هناك مثلا نوع معين لازم نحط لازم ما في نوع معين حسب كمان هنا أنا شفت بالمدارس حسب كيف الأكل هو عم بنحط يعني هي بس توصل على المدرسة أو يوصل على المدرسة الولد هل عم بنحط بالبراد هل عم بنحط برات البراد الأكل فهون نحنا الأهل لازم حسب شو فينا نحنا نعمل ساندويت تكون فيها خضار منوعة وفينا إذا عنا وقت مشكلة إنه ساندويتش هيك بتتش منقول يعني تصير ماي يعني هيك ففينا نعمله هو الولد يركبه يعني من الصمن عجنب يعني مثلا الخاس الطماطم الخيار الجبنة الخبز وهو بيعملها أو فيه طرق معين من قد نتجنب فيها أنه الكواليتي تبع الساندويتش تكون هلو هلو زين الجوان هذي تعتبر وجبة الغداء ولا تعتبر وجبة خفيفة خلال اليوم يوم يرد البيت لازم يتغدى مرة ثانية هلأ هون كمان ما فينا نجمل حسب وقت حسب في مدارس فيهم مايكرويف بقدروا يصخنوا الأكل فكتير من هنا أنا ببطع الأهل أنه يسألوا لأنه هذا أنا اكتشفت عن تجربة خاصة كتبعت لها لابنتي فكر أنه فيه مايكرويف وبالراد بأخر اكتشفت أنه ما عندهم بالراد أو مايكرويف صحيح ويضر الأكل الأكل يخرب صح فأنا على هالأساس زبطت لها الوجبات طبعا سنتبه أكتر أنه حطت لها مثلا بالكنتينر إشيات برد فنفس الشي إذا فيه عندنا بالمدرسة مثلا وجبات أو فينا نأكل الغداء فينا نحط وجبة غداء بس دايما أنتوا اتجازت حسب المدرسة طبعا الولد زين وجبة الغداء إذا تم أخذ وجبة الغداء خلال بين الحصص ما تحسين أن هذا يأثر على الطالب ممكن يخليه ما يركز أكثر بالذات إذا كانت الوجبة ثقيلة فيها عيش أو فيها بروتين يعني هذا الشي شلون ممكن نتفادى هلأ على المدرسة ما وعف أدي براكتك أن نبعط له يعني يمكن فيه أشخاص بتضيقوا بس بيجعب إليك حسب يفضل وجبات خفيفة يعني جوان خلينا خلال النهار اللي هو في المدرسة ساعة ستة فينا هيك نعملها جميل جميل اليوم بالنسبة للوجبات الخفيفة هناك بعض الأشخاص يحاولون أنهم يستسهلون الموضوع فيمكن يطرشونوا معيالهم بعض المعلبات أو حتى أحيانا هناك طلاب ما يشوفون الوجبات الخفيفة اللي موجودة معهم يصيرون يبون مثلا تشوكليت يبون حلاوة الأمور الثانية هذه اللي ممكن ما تكون فيها فوائد غذائية أو وفيتامينز برأيت هل هذا الشيء ممكن أن نسويه طالما أنه مقادر يعني هو يعان وهذا الموجود حاليا شكرا مثلا يأخذ الأمور الثانية المعلبات الأمور الخلوة أنا كمان بجعب أنا مش حب أعطي نصائح مش عملية صحيح أنه شو لازم صحيح لأن هذا الواقع لي يصير بشكل يومي نعم فأنا أوقات مثلا في أنه يا الله لابدي أعمل الأكل فشو بعمل كله بيبلش الرحلة من السوبر ماركت يعني أنا أو من محال ما أنا بشتري الأكل يكون في عنا وعي على المنتجات اللي عم نشتريها يعني أنا أوقات بجب لها سناكس بجب لها أوقات ما بكون أنه أنا حب أكتر شيء بخلص أحلى بنتي بعمل لها بولز مثلا أنرجي بولز بعمل لها كيكس ما فيها كتير سكر بستعمل لها بدائل بس أوقات كون تعبانة ما عنده وقت فشو بعمل بلتجق لها أشياء موجودة بالسوق بس ما فيها سكر مضاف سوري لأنني أنا بطلع يعني بقرأ الانجريدينز بقدر لقيلها مش كل شيء بالسوق موجود يعني عاطل فهون ببطع أنه نطلع أنه مثلا ناخد سناكس ما فيها سكر مضاف محلية بالتمر أو بالموز يعني فيه أشياء بالسوبر ماركت بتكون صحية صحيح يعني من البداية بالأغراض اللي نحس حتى إذا توهقنا أو ما عندنا وقت نعطيهم الشيء اللي هو بالأساس رح يكون جيد نزيل الأهل اليوم شنون يرومون جوان أنهم يتأكدون أن الوجبات الغذائية اللي نعطيها حق عيالنا فيها كل المعادن وكل الفيتمينات المطلوبة هلأ كثير سترس هو على الأهل أنه فكرة أو شيء بالتغذية طبعا ونجع الفكرة صاروا كبار وعن بيزد وزنه وعن بيطول هذا شيء مؤشر كتير منيح لأنه أوقات يعني ما بيأكلوا مثل ما نحنا براسنا بخطط نعم عم بحكي بـ 80% من الوقت لازم نكون عم بيأكلوا صحة بس أنه هال 20% نعم فكيف نحنا نتأكد أنه عم بيحصلوا على الفيتامينات والمعادن ما نقدمهم كل يوم نفس يعني الخضرة والفوكة والمصادر البروتين النوع وخاصة عم بيحكي هون عن خضرة والفوكة اللي هي الملونة يعني كل مرة نقدمهم ألوان مختلفة مثلا الستروبري البلوبري الراسبري هذي توتيات كتير مهمة للولاد إلى جانب الحمضية مثلا برتقال الكيوي المانجو هذي كمان فينا نكون عم ندخرهم بخلال الأسبوع والخضرة النوع هلأ باللونش بوكس أكتر الخضرة نحب نحطها كمان جوابنا على السؤال هو تشاري توميتو أو طماطم الكرازية الخاص مش كتير إذا كان في طريقة كمان كيف نحفظ الخيار فالنوبع خلال الأسبوع يكون في على القليلة نوعين في قلب اللونش بوكس وخضرة نوعين التنويع مهم يعني احنا مروا بنعطيهم نفس العنصر خلال الأسبوع كامل اليوم أكيد أمهات يالسين يتابعونا ودهم نسوي معاهم لونش بوكس كامل الي ممكن يشل معاها الطفل للمدرسة عطينا وصفة كاملة شو العناصر اللي لازم نأخذها بنا مثل ما قبل لدينا مصدر الكربوهيدرات المعقدة النشويات المعقدة غير السكر يعني الخبز الأمحة الكاملة السوردو برد الأوتس ها أكتر إشعة يعني إشعة بالشوفين ها أكتر سهلة تتعلم تتنحط باللونش بوكس نرجع لمصدر البروتين اللي هو فيه يكون جبنة مثلا الحلوم أو الجبنة الصفرة بس تكون صحية مش منتخلة كتير مكونات أو اللبنة أو الزبادة هل ممكن أن البيض لما ترشوية مثلا في اللونش بوكس يكون اختيار جيد إذا فيه كتير مهم هون نتأكد أنه عم تخزن مظبوط اللونش بوكس إذا فيه براد أو نحن قدرين نتحكم ببرودة اللونش بوكس عبر أن نحط تلج أو إشم برد بقلبه فينا نحط البيض المسلوق بس إذا الأكل يتخزن كل نهار برادة البراد لا ينصح أنه نحط بيد بقلب اللونش بوكس نعم يعني ما منروم لأنه يكون هو اختيار الأول حق وجبة الافطار دائما نشوف الأشخاص يستخدمون هناك بعض الأطفال يعني ما يحبون أنهم يأخذون هذه المكونات يعني مثلا القمح الكامل أو الشوفان أو غيرها شو البديل اللي ممكن نحط لهم كمصادر للنشويات نعم هلا كبديل فينا نعمل السمودي مثلا هنا كمان بتحكي أنه فينا نحط بقلبها بلا ما ينتبه حلوة هذه الفكرة نعم أو مثلا التمر سيطع بقلب السمودي لأنه راح نحط هلا باللي كمان السمودي كيف تنعمل مثلا لازم نحط بقلبها فروت لازم نحط بقلبها حليب فينا نحط مصدر نشويات مثل الشوفان مثلا هنا ما راح ننتبه ملعا أو ملعا أو مثلا الموز أو التمر هنا ومصدر زبدة مثلا زبدة الفول السوداني أو المنط بطر هنا بكون عطينا يعني أنرجي بومب صحيح يعني طاقة نعم وتكون موجودة مبردة أصلا بالطريقة الصحيحة فما نخاف أنها ممكن أنها تخرب هذا خيار جيد صراحة أنا شفت الصراحة تنجوان يمكن أسهل وفي كل المواد الغذائية وبعد إذا خاص إذا عيالنا أبننا يعني ما يحب أنه وايد يأكل أو يأخذ هذه الأمور دائما الأشياء الصحية نشوف أنه في المدرسة أو غيرها ما يحبونها وايد يحبون يتجهون لأشياء ثانية يشوفون شيء صحيح يحسونها مو بمحبوب وايد اليوم نتكلم على جانب مهم معاتي جوان اللي هو شرب الماء شرب الماء كثير أكيد لها الفوايد وبالأخص للطلبة اللي عندهم يوم طويل وحسس دراسية وغيرها شلون نقدر نحافظ ونساعد عيالنا ونوعيهم على أهمية شرب الماء الولاد بينسوا ما بيعرفوا صح كمان كما قلت قبل لأنه بعمر صغير الولد ما بينتبه على أنه عطشان أو جان ما بيعرف نحنا لازم نعلمه فكثير مهم أنه للولاد دائما نحنا نعرض على يون الماء فإذا ما عارضتوا على يون الماء ما رح ينتبهوا أنه لازم يشربوا ماء فأنا بنصح دائما للولاد نخلي على متناول يد أناني ماء ينتبهوا ودائما نذكروا شرب شرب بيقولوا لك ما بدون لازم تشربوا لو بلعة صغيرة فكثير مهم الماء للأطفال خاصة بالمدرسة لأنه هنم عرضين لنشاطات أو قط بيعملوا اجزورسايز أو يعني بيعرقوا فهيد ترطيب صح نعم كثير مهم الماء لخليها المناعة للنمو لأنه الأعضام والتشوز يعني خليها بالجسم كثير بحاجة لماي هلأ ما كثير نحنا نقارن بإحتياجاتنا برجع بقول لأنه الطفل إذا هو عمره أقل من ثلاث سنين لازم نشرب عمره بكسات الماء يعني إذا عمره سنة كاسة واحدة ثلاث سنين ثلاث كسات أربع سنين وطلعهم نبلش نقول خمس كسات ماء يعني مش كثير بحاجة هلأ فوق الأثماني سنين منبلش نقول ثماني كسات ماء حلو جميل مش كثير يعني نعطيهم أكتر ما هنه بحاجة اللي هم يحتاجون والفترة الصباحية يعني أول ما ينشون من رقاد هل يفضل نعطيهم الماء قبل ما يأكلون أي شيء ولا كيف فينا أكيد هو لأنه أنا رحكونا عشاني صح فينا يشربوا ماء أكيد نعم وبعد يرومون يحمسونهم الأهل أن هناك علب الماء اللي يشلوها وياهم للمدارس تكون جميلة وحلوة ملونة فممكن هذا شيء يساعدهم أنهم دايما يتذكرون يشربون ماء الإضافات اللي تصير فوق الماء اللي هي المنكهات أحيانا تنصحين فيها جوان حتى نحببهم أنهم يشربون أي منكهات مثلا أحيانا يكون الماء بطعم الليمون أحيانا يكون بطعم الفراولة وغيرها الكثير هناك بعض أنا ما عرف إذا هي منكهات طبيعية سووها في البيت أو صناعية يعني ما أدري ولكن هناك المياه اللي تكون معاها نكهة إذا نحن أدرينا نسويها بالبيت أحسن أنه النكهة هلأ دراسات كتير عم تتواجه نحن يسألوا شو الإشياء عم تسبب الأمراض كتير نعرف نحن الدهون والسكر بس في إشياء نحن نستخدمها يوميا هي بالفريغرانسز كل شيء له ريحة إن كان بيغسل التياب أو الروائل يعني كل شيء حتى بالأكل نحن نتفاجع أنه في إشياء حتى فيها مناكهات ما بنعرف إنه موجودة بقلبها فالدراسات عم تتواجه أنه هالمنكهات كتير بتسبب أمراض نحن عملنا بحاجة لقلة فينا ننكه بالبيت كتير سهل يعني نحن إذا ناخد أنينة ماء ونحط بقلبها إذا ما بديك الإشياء خضراء يعني منحط التوتيات راسبري كتير بنكه بطريقة كتير حلوة وطبيعية وإنفيوزت يعني لتاني نهار بتطلع تعمل الماء كتير طيبة ففينا نحن نلتج لهالإشياء بالبيت أحسن من أنه نشتريها خالصة درجة برودة الماء تفرق يعني يفضل أنها تكون وسط ولا للأطفال لا لأنه نحن بس نشرب هيا في كتير لغة عن موضوع الماء صحيح لدرجة حرارت إنا باردة ولا مش كتير تكون مجلدة بس إذا شوية باردة it's ok لأنه نحن بس نشربها حرار جسمنا رح يرجع رح توصل سخنة على المعدة لأنه حرارت جسم 37 وثلاثين فرح ترجع تحمل الماء مش رح توصل لباردة على المعدة نعم نعم اليوم أكيد الطفل يغيب عن المنزل خلينا نقول 6-7 ساعات وهو في المدرسة فنحن مو أنهم نراقبهم بطريقة مباشرة أو خلينا نقول بطريقة صحيحة إذا هو شرب ماء كمل شلون نقدر نحن نطمن عليهم ونراقبهم بالطريقة الصحيحة هلأ كمان حسب درجة واعي الطفل لقدي عمره بس عم بحكي مثلا للأطفال الصغار نحن رح نعبيلهم نقنيت الماء بس يروحون بحاجة يشربوها إذا 500 ملي كتير مني إذا شربوها فبحال لاحظنا أنه ما عم تنشرب هون بنا نحكي مع المعلم نسأل قدي عم نشرب ماء بليز ذك أنه نركز أنه نحكي مع المعلم ذكريهم صحيح خلال ذكريهم هلأ بالعمر الأكبر بدنا نعود الطفل هو لحاله بصير يعرف يعني أنه بالأوقات معينة يشرب ماء نذكره دائما إذا شفنا أنه مشاري بنسأله لإيه مشربت يمكن مثلا فيه أوقات ما بيحب الطعم بالنينة إذا نحنا عم نظفها منيح صح هون كمان صحيح يمكن يتغير الطعم مزبوط فدايما نتأكد أنه أوشي عم بيحبه الماء لأنه كمان الماء إلا أنا كات دائما بقول إذا أوقات فينا نغير الماء ما نروح دائما لنفس نوع الماء لنشتريه لأنه نسبة المعايد فيها بتتغير والطفل يمكن بيحس أنه بالطعم فشو منغير أنه نسأل دائما نسأل مع الأطفال ما نحط ونرغمه ما في شيء أصلا حتى بالأكل أنه لا لم أأكلت بالدكتكيلة هيدا كمانا طريقة الإرغام تسبب أنه ما كتير يحب الأكل فدايما نسمع هو شو يحب ونركل يعني على حسب اللي هو يحبه طبعا خلينا نتكلم على موضوع أن هناك أطفال ما يحبون يأكلون الخضروات أي شيء ملون ما يحبون خضار وغيره هذول بالذات شلون نقدر نتعامل وياهم بالأخص أن الخضرة هي شيء جدا مهم في النظام الغذائي شو هي الطريقة جوانحة نحاول نعدل لهم هذا الموضوع هلأ بهذا الموضوع أنا شخصيا كنت مفكرة أن أخصائي التغذية هذا اعتراف إنه بنتي راح تاكل أحسن طريق أحسن أكل وبعدين اكتشفت أنه بنتي شخص انتقائي بالحياة يمكن ما في أكتر منها بأعتقد بس أنا بيقولولي أن كتير عم بحاول معه أن التركة أنه ما بتحب خلاص بس هيدا أكتر غلط وبالمجتمع بحطلك يعني برشور أنه خلاص تركيها صح؟ لا لازم ضلنا عم نحاول مع الولاد مش أنه هو ما بيحب خلاص 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 حطله نفس الأكل لا لازم في حدة أشياء من قدرنا أعملها أنا بتتبعها مع بنتي حتى إذا بتاخد وقت يعني دائما بيأكل خضرة وفاكة قدامها دائما يعني ما بيأكل أشياء أبدا مش صحية قدامها مستحيل يعني بتشوفني عم بعمل سناك على مثلا جزر خيار مرة صار عندها فوضول إجتصار تاكل هي كمستحيل تاكل جزر صار تاكل معي وبقطعهم بطريق مختلفة لأنه بلاحظ إذا ما قطعتهم سيركل ما بتحب إذا ستك ستاكل نشوف هو كيف عن رائب الولد شو بيحب تاني طريقة نحنا لازم ندخلهم معنا بالتصوق كتير مهم أنه هو بس يروح على السوبر ماركت بالنسبة لقاله أنه بدي حلوة لا نحنا نخليه هو يقطع كل السوبر ماركت معنا نبلش أقضلها بالفواكت ودائما بخليها هي تنقى تختار بقالها اختاري أو قبل ما نروح للسوبر ماركت يوم ما رح تختاري أنت اتنين فواكت حبتك اليون فهي بلأنه اختارتهم هي بتحطهم بالسلة هي بتختارهم هون صار عندها فضول أنه دوقهم يعني هلأ بالبيت كمانا بدمجها معي بي تحضير الأكل يعني هي إذا حضرت الأكل هي رح تحبتك فهون بالأكل قبل ما كانت تاكل مكسرات صارت تشوف أنا عم بحط بالكيك مكسرات صارت تحبت دوقهم فشو مندمج الولد معنا بطريقة إن كان بالتسوق أو بتحضير الأكل إذا قدرنا أو حتى إذا معنا وقت نخليون يعني كورسز طبخ للولاد يحضروا إشي على الإنترنت مثلا العلاقة بأنه حدا أكل خيار أو هيك حبة أو البروكولي أكتر شي مشكلة فشو من نشتغل على يعني نعاود أنه هو الإشي موجود أفكارهم هم طريقة يالسين يشوفون فيها هذه الخضرة ولش ما يحبونها ونحاول أن نصححها هل أيضا ممكن أن ندمج هذه المأكلات اللي ما يحبونها يعني الخضرة مثلا في وجبة الأكل بطريقة ما يشوفونها يعني مثلا شربة نحط لهم الخضرة وهم ما يعرفون إنها موجودة يمكن هذه بعض من الطرق الجيدة أن نروم أن نسويها صح هلأ هلنا الولاد أكتر شي بحبوا الأبيض مثل ما قلت لأنه بحبوا الأبيض يعني بحبوا الرز الموز السادة موزبوط فينا شوي شوي مثلا بالويت سوس نحط شوية سبانغ أو مثلا شوية طماطم بلا ما نغير لونة كتير ما بتبين كتير أو بالباسطة إذا بحبوا الصلصة الحمراء هنا لدينا فرصة أن ندخل كل الخضرة كتير خضرة الطماطم الجزاء الكابسيكم الفلفل يعني إذا بياكلوا السوس الحمراء فينا نحط كتير أشي فيها وفينا ندخل للمصادر البروتين بقلبها فينا بالكيكز كمانا بالكيكات الحلوة في كيك بالسبانغ بالكوسة بالأفوكادو كمانا رح يأكلوا معناها أنا شفت صراحة أطفال جدا أذكية حتى لو خبينا كل شي ما يشوفونا إلا يطلعون الشي وممكن تشوفينها يالسة تصيح وما تبقى تاكل ولكن أكيد يعني طرق مفيدة نحاول نحن مثل ما قلتي مرة ثانية نعلمهم نحاول والولد ما نخاف أنه يجوه إذا جاء رح يأكل ما رح يموت من الجوة يعني الولد إذا هاي كمانا طريقة بكتشفتها على إنه إذا هي ما في حالتين وهي تجو على رح تكلها نعم بينما أنا دايما إذا بعطيها هي خيرات اللي بتحبها رح تتطمن إنه هي دايما رح تخضها صحيح فإذا بدنا شوي يكون شوي يعني صارمين مع الولاد كمان جميل خلينا تكلم اليوم عن تأثيرات اللي ممكن إنها تصير بسبب تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون المشبعة على صحة الطلاب للأسف يعني نشوفهم بالعيادة أو نشوفهم بكذا محل يعني السمنة الزايدة عند الأطفال لازم نحكي عنها ونضو عليها نعم وضرورة إنه نعمل شي عن هالموضوع مش نقول إنه بكرا بي طوال بي كبر أو هيك فعن نشوف مكوة من الإنسلين أو يعني بتحييات الدم معدلات الدهون بالدم عم تكون كتير مرتفعة بالنسبة لولد يعني وهون منجع نحكي عن التغذي ومتطلع بالأهل طب أنا بقل له أنتو شو عم تاكله هن المشكلة إنه ما في وقت عند الأهل أو ما في وقت المشكلة أكتر فكتير مهم إنه نبلش نحنا نغير نغير إنه ما ناخد إشياء كتير معلبة نتجه للبدائل الصحية كما نكسب صحية الولد لأنه أنا ما بدي الطفل يكون عنده مكوة من الإنسلين أو نحط ضغط على القلب أو على مش موضوع كتير بخوف يعني بس هي الوقاية صح نعم فلازم ننتبه على صحية الولاد نحنا كأهل واجبنا نقدمهم الأمان كمان صح والصحة فشو نعلمه هو الولد شو يتعود رح يساوي شو يشوف نحنا نحنا يزن نكون الأكزامبل طبعا الولاد صحيح جوان يعني قلت الطفل إذا يعني ما ضاق الوجبات السريعة ما رح يحبها طول عمره ولا إذا ما شف هذه الأمور فهي في البداية أكيد من الأهل فأكيد نبتعد عن الوجبات السريعة وإن شبع قدر الإمكان يعني كثير ما نقدر خلينا نتكلم اليوم عن الفرق ما بين احتياجات الطلاب على حسب أعمارهم يعني كل عمر شو ممكن يحتاج من مواد غذائية أو عناصر غذائية هلأ حسب كل عمر إذا بدأت أحكي عن ثلاث سنين دائما مبلش ألف سعر حرارية مش أكتر ألف سعر حرارية يعني إحنا ما نقارن نحنا شو منأكل لهو يعني حط نفس الصحي صحيح بس يكبر الولد بين مثلا أربعة وثمان سنين ألف ومائتين لألف واربعمية سعر حرارية بعدين تسع سنين وطلوع بلش ألف وثمانمية وطلوع يعني هون بلش يأكل مثل تقريبا أدولت حسب كمان إذا صابة أو بنت حسب أن دي بتحرك حسب وزنه كمانا فيه أشياء فيه تنعمل حسب وزن الطفل بس هاي للأطفال الأصغر بس هون بدأ إذا فيه شايفين مشكلة بالنمو أو بالوزن هون لازم تجي لحد مختص يعني يشوف لأنه فيه من عمل من قارن الطفل هو بالنسبة لأولاد من عمره كيف وزنه وكيف طوله إذا كان عادة منضبط الأكل على هل إذا كان فيه يعني بدنا نتبه كمان ما نعطيه سعرات قليلة إذا شفنا أنه طفلنا هو عنده زادة توزن هون كتير مهم نستشير مختصين كان أو إخصائي التغذية لأنه ما بدنا كمان نعطيه سعرات أقل ما هو بحاجة لأنه رح يأثر عن نموه فهذا موضوع شوية يعني دقيق إذا نحن حبين على الأد نعرف لازم أدى يعني سعرات الحرارية لازم نستشير إخصائي صحيح قلنا نتكلم جوان تعرفين مهم موضوع المكسرات موضوع يمكن الفواكه المتجففة هل تنصحين أن بعد ندخلها في موضوع الوجبات السريعة للأطفال وهل ممكن زيادتها أبضرهم المكسرات النية عم بحكي بليس مش مكسرات المقلية والفيا ملحة النية والبذور كتير صحية للأولاد نعم أنا أعطيها لابنت تحت سبريدز يعني مش الحبوب لأنني أخاف بعدها صغيرة بس يعني زبدة الفول السيداني زبدة اللوز كتير صحية للأولاد نعم بس ننتبه حصارات الحرارية يعني مش كتير لأنه كمان فيهم كتير في زيد وزنهم هيدا أسوأ شيء معقول يصير بس غير هيك تحتوي على كل العناصر المنيرز المهمة لنمو والماغنيزيوم هذه المكسرات صحيح صح أما الفواكة المجففة إذا بدي أرنع بغير إش حلو لا أبليك فضل الفواكة المجففة بس كمانا مواد التشفيف بتسبب يعني واجع بالراس إذا كتير أكلنا فأبدنا نعطيهم نعطيهم ميكس بيكون كتير حلو ما نكتر كتير نعم جميل طبعا هناك كثير من الأمور خلينا نقول هي تكون شائعة يسوونها الأهالي ولكنها خاطئة يعني المفروض أننا نبتعد عنها شو هي أشهرها وأهمها مثل ما قلت أنه من قاري مشكلة عند الأهل أنه بيخافوا يجوع الولاد أو فحيح أو بيصير حسن أننا مقصرين في حقها يعني كيف وذي يوعان أكيد لازم المهم يشبع مظبوط فأنا تعلمت كمانا أنه كنت دايما خاف أنه بنتي ما تكون عم بتاكل مظبوط بعدين اكتشفت أنه خلاص خليها بس جوع رح تاكل كتير كمانا أكتر غلط حتى نحن هلأ بالحق نحن هيدا الغلط أنه بس أنا كون مبسوطة صح فكر أكل حلو هيدا الغلط توقصوش أنه نربط الحلو بالمكافأة هيدا أكتر غلط لازم نهلأ مع الولاد ما نعلمون وفيه شغلة هلأ بالإشيال عم تنعمل عن جديد عم بيحطوا الحلو مع الأكل يعني ما بينطروا بعدين بحطوه للحلو شقفة الكيك مع الرز والجاج بنفس الوقت لكن ما يربطوه بأنه شي مكافأ بس يخلصوا الأكل بيأكله حلو هو أكل عادي فهون كمانا بالنسبة للجونك فود أو للمكدونالز أو سوري نعم للوجبات السريعة للوجبات السريعة ما بدنا كمانا نحسون هذا شيء كتير ممنوع يعني لا نخذوا معنا أوكي يدوقوا ما يكون شيء كتير يعني حس أنه الأكل الجونك فود هو مكافأ أو شيء كتير ممنوع لأنه هو رح يحبه يعمل بالعكس فما يكون كتير صارمين على الأكلات الغير صحية مع الولاد خليوني يدوقون يكتشفون يعرفوا أنه الأكل مثلا أبجعب أقول لك عند بنتي بتفاجأ أنه هي بتعرف أنه هذا بتعرف هالشي فشو من ربيهم من هالوقت رح يتعودون نحنا لازم نكون أكبر مثال لأنه أنا ما في أقول لبنتي ما تاكل النودز الجاهزة وأنا أكون عم باكل قدامها فنعطيهم الألترنتفز يعني هي بروحها ما رح تقتنع بالموضوع تحس في شيء غلط كيف أمي تأخذ هذا الموضوع وأنا ما أقدر موظبوط فنعطيهم الألترنتفز ندخل على بيتنا نحنا نكون انتقائيين بشو مندخل على بيتنا كواجبات وشوية شوية الولد رح يتعود يعني رح يختبر رح يختبر الحياة رح يشوف كتير بشوف أولاد انتقائيين بالأول برجعوا بعدين بيركزوا على أكلهم فشو منبلش نزرع فيهم هذا العلم اللي هو كتير مهم شو بعدين بصيره أحسن وصحيا ونركز على صحتهم ونركز على وزنهم يعني نركز نغطي كل عناصر الغذائية نركز إذا بنعطيهم إشياء مدعمة بالفيتامينات ومعايداً هذا الشيء كتير منيح بيكون لألون نعم لو كان خلينا نقول الطفل بمرحلة معينة وزنه زايد شوي هل هنا الأهل لازم يدخلون ويسووا لنظام قذائي تناسب أن ينقص وزنه لأن كثير من الأشخاص يقولون هو صغير شلون أنا اليوم أسوي لديتي هذا موضوع كتير بده حلق لحاله كتير منهم أول شيء أكتر غلط من عمل بده بس دوع هالموضوع أنه نحن نقول لطفل نلومه هاي أكتر أنه شفت أنا قلت لك لأنه بيجوا لعندي هيك على الأياد أنه شفت أنت شلم نسامع شو عم بتقلك شوف لوم وشوف هيك هيدا أكتر غاد لأنه الولد رح يصير يكره جسمه هيدا ما بدنا نفوت به هيدا الشغلة فنحنا ما نعطي تعليق على الجسم طبعا الولد نعطيه تعليق على أكله يعني فيك تأكل بطريقة أحسن وهنا ننصح قدر الأمكان نعم ما رح يسمع من الأهل الولد هيدا عن خبرة لازم حدا تاني يقل له يعني إذا حدا مختص أو حدا تاني حدا بيحبه قال له أنه مثلا شو رأيك دوق هاي فعن خبرة الولد ما بيسمعوا لأهلهم نعم يعني يفضل إذا طلب الموضوع أنهم يتاجهون إلى أخصائي طبعا كفاتي وفاتي جوان شكرا على وجوده شكرا على هذه النصائح أكيد المهمة نتمنى لك الصحة لتولى بنتك شكرا شكرا يعطيك ألف عافية